اهلا بطلبة وطالبات الصفة الثالث الاقتدائي مع نافذة الرياضيات الفصل الدراسي الاول شوف مع بعض درسينا النهارده هيكون عن ايه؟ اول درس النهارده هيكلم عن الضربة في عشرة ومضاعفاتها كمان هيكون عندنا الضربة في العدد 9 باستخدام استراتيجيات مختلفة شوف مع بعض اول حاجة عندنا ركن الرياضيات وطبعا كلنا عارفين منبدأ ركن الرياضيات بعدد ايام الاسبوع ايوه ميز ايام الاسبوع سبعة ايام يوم السبت الاحد الاسنين السلساء الاربعاء الخميس الجمعة اليوم النهاردة يوم الايه؟ يوم الخميس احسنتي صديقاتي نشوف مع بعض التقويم الميلادي وحنا عارفين التقويم الميلادي فيه كم شهر؟ اثنى عشرة شهراً يلا نقولهم مع بعض يناير فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر واخرهم ديسمبر احسنتي صديقاتي احنا في شهر ايه من شهور الشهر الميلادية؟ شهر اكتوبر اللي هو ميس الشهر الترتيبه العاشر احسنتي صديقاتي يلا نشوف بعد كده عندنا احنا هاردة في اليوم الايه؟ الموافق ايه من شهر اكتوبر؟ النهاردة ياميس يوم الواحد وعشرون اللي هو موافق يوم الخميس من شهر اكتوبر احسنتي صديقاتي نشوف مع بعض التقويم الهجري وتعالي نشوف برضو التقويم الهجري فيه كم شهر؟ اثنى عشرة شهراً احسنتي نقولهم مع بعض محرم سفر ربيع اول ربيع اخر جمد اول جمد اخر رجب شعباً رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة احسنتي يلا احنا شهر ايه يا صديقاتي؟ احنا في شهر ربيع اول احسنتي صديقاتي برافو عليكي يلا نشوف النقطة اللي بعديها ودلوقتي موعدنا مع مخططة المئة وعشرون يلا نشوف احنا فضل جينا كامي يوم من ايام الدراسة؟ جينا ميس عشرون يوماً ونضع دائرة حاولين العدد عشرون برافو عليكي بنحط الاطار على رقم عشرون نشوف النقطة اللي بعدها ودلوقتي موعدنا مع اطار الخمس خانات طبعاً احنا وصلنا لليوم التاسع عشر ده كان يوم السابق النهاردة وصلنا لليوم الايه؟ العشرون احسنتي صديقاتي يبقى هحط النقطة الكام ونضع دائرة في الخانة العشرون احسنتي صديقاتي دلوقتي بنتكلم عن حاوية الاعداد طبعاً احنا عارفين هي بتتكون من الاحات والعشرات وكمان المئات طبعاً احنا وصلنا النهاردة لعشرون يوماً ها من ايام الدراسة هنضع حزمتان في خانة العشرات لان انا عارفة ان كل حزمة فيها عشرة من داخل عشر وحدات عشر وحدات احسنتي صديقاتي بقى عندي واحدتين كل واحدة كاملة كل واحدة مكونة من عشر وحدات صغيرة نشوف النقطة اللي بعدها ودلوقتي عندنا الساعة يلا صديقاتي تشوفيلي الساعة كام ميس الساعة السامنة بالضبط احسنتي صديقاتي الساعة السامنة بالضبط نشوف النقطة اللي بعدها اول حاجة عندي عشان ابتدي شرح الدرس عندي اول حاجة اتهيئة يلا نفتكر مع بعض كده احنا كنا اخدنا جدوى للعشرة قبل كده يقولي اكمل اثنان في عشرة بتساوي ميس اثنان في عشرة انا ما قدعه في جدوى للدار بالعشرة بعشرون احسنتي نشوف السؤال اللي بعدي ثلاثة في عشرة بثلاثون يلا صديقاتي الخمسة في عشرة بخمسون احسن في صديقاتي طيب تعالوا نشوف مع بعض درسنا النهاردة هنتكلم عن استراتيجيات الضرب في عشرة يلا بينا كده او الاستراتيجية عندنا او الاستراتيجية الاولى بيقولي وضع العدد كما هو مع وضع سفرا امامه وبذلك تكون خانة الاحاد له سفرا سيما اخدنا في المثال اللي قبل كده صديقاتي وقلنا في التهيئة ها خمسة في عشرة كانت بتساوي كام خمسون يا ميز خانة الاحد هنا في النادج كانت بتساوي كام بتساوي سفر بتساوي سفر طب تعالوا كده نشوف مثال على الاستراتيجية دي انا عندي هنا اثنان في سلاسة بتساوي ستة احسن دي صديقاتي طب لو جد قلتلك يا صديقاتي اثنان في سلاسون انا هنا المثال الاوليني كان اثنان في سلاسة المرة دي زودتها بقيت اثنان في سلاسون يعني هنا زودت سفر في خان الاحد. يلا بينا صديقاتي. الناتج بتاعي يطلع لي كامل? اه ميس انا هنزل السفر والاسنان في سلاسة بتساوي ستة. يعني الناتج عندي ستون. احسنت صديقاتي بانا نزلت الستة وحطت امامها السفر اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاستراتيجية. طب تعالوا نشوف المسال اللي بعدي. اثنان في ثلاثمائة. يلا صديقاتي الثلاثمائة معاكم سفر. سفران يا ميس. يبقى اول حاجة الاول هعمل ايه? اول الحاجة بنزل الاصفار لان انا عارفة ان في الضرب بنزل الاصفار. انا عندي سفران. هينزلوا السفران في الاحد والعشرات. وهضرب الاسنان في سلاسة بتساوي ستة. يعني الناتج ستة مئة. احسنت صديقاتي باول ناتج كان عندي ستة. الناتج اللي بعديه كنت بضرب عشرات. ها بقيت ستون. حطت السفر امام الستة. الناتج اللي بعديه بضرب مئات. حطيت السفرين. ها امام الايه? امام الستة. نشوف النقطة اللي بعدها تاني استراتيجية اصدقائي وهي رسم اعمدة العشرات لاجاد الناتج طيب تعالوا نشوف امثلا للكلام ده بيقولي اول حاجة لاجاد حاصل ضرب اثنان في ثلاثون نستطيع رسم اول حاجة حرسم مجموعتين او ممكن ارسم طبقين كل مجموعة بها ثلاثة اعمدة وكل عمود به عشر وحدات طيب تعالوا نشوف ازاي هنعمل كده بيقولي اثنان في ثلاثون ها عندي الطبق الاولاني اهو رسمت فيه ثلاثة اعمدة كل عمود في عشر وحدات يعني معنى كده فكرني بالهزمة يا ميس برافو عليك يعني معنى كده انا حقرر الثلاثون كم مرة مرتين ادي المجموعة الاولانية وادي المجموعة التانية طيب تعالوا نشوف كده انا عندي كام عمود او كام عمود بعشر يلا بنا كده من عدى ميس واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة برافو عليك عندي ستة اعمدة كل عمود فيهم بكام? في عشر وحدات. في عشر وحدات يعني بيساوي كام? الستة دول بيساوي كام? ستون يا ميس. ستون يبقى معنى كده اثنان في ثلاثون هيساوي ستون. نشوف النقطة اللي بعدها. بيقول لي اكمل المسائل الاتية. بيقول لي ثلاثة في تسعون. زي ما تعودنا بقى صديقاتي اول حاجة عشان نحل المسألة دي هعمل ايه? ميس اول حاجة انا ببص للاصفار بنزل السفر اللي عندي وهضرب السلاسة في تسعة من خلال حفز الجدول الضربة هيبقى سبعة وعشرون يبقى الناتج مائتان وسبعون. احسنت صديقاتي يبقى ثلاثة في تسعون بيساوي مائتان وسبعون. نشوف المسألة اللي بعد دي خمسة وعشر في عشرة. يلا صديقاتي اول حاجة هعمل ايه? انا عارفة يميس انا بنزل السفر اه هنزل السفر اقول خمسة وعشر في واحد بتساوي خمسة وعشر يعني الناتج بيساوي مائة وخمسون يبقى خمسة وعشر في عشرة بيساوي مائة وخمسون شوف المثال اللي بعدي خمسة في اربعمائة اول حاجة هنزل ايه اول حاجة بصر الاصفار انا عندي سفران هنزلهم في الاحات والعشرات وهاجي اضرب الخمسة في اربعة بعشرون احسنتي صديقتي يبقى الناتج عندي احسنتي صديقتي يبقى خمسة في اربعمائة بيساوي الفين شوف المثال اللي بعدي ثمانية في عشرون هنزل برضو يميس السفر والثمانية في اسنام بتساوي ستة وعشر يعني الناتج يبقى عندي مائة وستون احسنتي يبقى ثمانية في عشرون بيساوي مائة وستون شوف المثال اللي بعدي احد عشر في مائة انا عارف يميس ان في الضربة بنزل الاصفار هنا عندي سفران هحط سفر في الاحات و سفر في العشرات والاحد عشر في واحد بتساوي احد عشر يعني الناتج عندي الف ومئة احسنتي صديقاتي يبقى احد وعشر في مئة بيساوي الف ومئة شوف النقطة اللي بعديها بيقول لي ارسم خطوطا تمثل مجموعات من عشرة تساعدك في حل المسألة التالية تعالوا نشوف مع بعض ايه هي المسألة بيقول لي ثلاثة في سبعون طيب يلا صديقاتي كده لو انا هرسم خطوط تمثل عشرات كاملة يلا صديقاتي هرسم كم مجموعة ميس انا هعمل ثلاث مجموعات وكل مجموعة فيها سبع اعمدة سبع اعمدة كل عمود صديقاتي بيكون من ايه من عشر وحدات من عشر وحدات احسنتي صديقاتي يعني انا كده عندي كم عمود يلا بينا نعدي كده يميس واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ده في المجموع الاولى هكمل سمانية تسعة عشر احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون برافو عليكي طيب وقلنا كل واحد فيهم بيساوي ايه مقوم من عشر ايه من عشر وحدات احسنتي صديقاتي طيب لو عايز احل مسألتي دي اللي موجودة على الصبورة ها ميس انا عارفة ان في الضرب بنزل الاصفار هنزل السفر والثلاسة في سبعة بواحد وعشرون هنوصل لنفس الناتج برضو من خلال عد اعمدة العشرات هيساوي مائتان وعشرة احسنتي صديقاتي بالثلاسة في سبعون بيساوي مائتان وعشرة شوف النقطة اللي بعديها الضرب في مضاعفات العدد عشرة تعالي نعرف ازاي هنضرب في مضاعفات العدد عشرة بيقولي اول حاجة عند الضرب ثلاثة في اربعون يمكن استخدام طريقتين تعالوا نشوف اول طريقة وبيقولي اول طريقة يا اصدقائي هي طريقة التحليل طب يعني ايه من طريقة التحليل بصوا كده معي اصدقائي المسألة بتاعتي بتقولي ثلاثة في اربعون طيب انا اقدر اعرف يا اصدقاتي من طريقة التحليل ده ان انا ممكن اخد الثلاثة هضربها في اربعة تمام طيب الاربعون دي انا انا عملت ايه مع الاربعون تيه هي عبارة عن اربعة في عشرة الاول ضربت ثلاثة في اربعة وهتحط اضرب العشرة في عشرة ايه لوحدها يبقى انا كده اخدت مع بعض ثلاثة في اربعة بيساوي اثنة عشر وهضرب الاثنة عشر في عشرة الناتج بتاعي بيساوي مئة وعشرون اول حاجة بنزل الصف واثنة عشر في واحد بيساوي اثنة عشر يبقى الناتج بتاع مسألتي ثلاثة في اربعون هيساوي مئة وعشرون تعالوا نشوف الطريقة الثانية بيقول لي رقم اثنان ثانيا رسم خطوطا لتمثيل اعمدة العشرات تعالوا نضرب بس باستخدام اعمدة العشرات بيقول لي برضو ثلاثة في اربعون يلا صديقات كنا اخرنا الطريقة دي ميس انا ممكن اعمل ثلاث مجموعات وكل مجموعة فيها اربع اعمدة لان كل عمود بيمستلي عشرة عشر وحدات يلا بينا مع بعض كده نعد الثلاث مجموعات فيهم كم عمود واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر يبقى انا عندي اثنى عشر عمود وكل عمود به عشر وحدات يلا بينا مع بعض يا ميس يبقى ثلاثة في اربعون بيساوي انا لو عايز اجيبها بالطريقة التانية اللي هي بطريقة انزل الاصفار نضع السفل والثلاثة في اربعة بإثنى عشر يبقى الناتج عندي مئة وعشرون بنفس عدد الاعمدة اللي انا جبتها بطريقة الاعمدة احسنتي صديقاتي نشوف مع بعض النقطة التانية ودلوقتي جامع وعيدنا مع سؤال المتفوقين تعالوا نشوف سؤالنا بيقول ايه اوجد ناتج المسائل التالية نشوف الاسئلة مع بعض اول سؤال ثلاثة في تسعون بيساوي ثمانية في خمسون بيساوي يلا اصدقائي مستنية اجابتكم في التعليقات باي طريقة عايز حابب تحلي فيها سواء طريقة التحليل او بطريقة رسم العشرات اعمدة العشرات باي طريقة المهم تبعت اجابتك في التعليقات دلوقتي هنتكلم عن المسائل الكلامية واول مسألة معي بتقول لي يوجد ثمان صفوف من الكراسي في قاعة كبيرة في كل صف خمسون كرسي يعتقد عمر ان مجموع الكراسي هو اربعمائة وخمسون كرسيا فهل هذا صحيح؟ طبعا يا اصدقائي انا عشان اعرف عمر توقعه صحيح او توقعه خاطئ لازم اجرب احل المسألة بنفس الاول واحنا اتفقنا ان المسائل الكلامية لازم الاول يكون لها تمييز في الاول يلا صديقاتي اقدر تقول لي التمييز الاول هيكون ايه؟ هو دلوقتي بيسألني على عدد الكراسي الكلية انا دلوقتي هقول له عدد الكراسي بتساوي انا هضرب الثمانية صفوف في خمسون يلا قولهاني كده بطريقة التحليل صديقاتي؟ ميز بطريقة التحليل اللي انا ممكن احلل الخمسون دي هضرب الخمسة في عشرة أحسنت برافو عليكي يبقى بقى عندي دلوقتي ثمانية هضربها في كام؟ في الثمانية هضربها في خمسة ده أنا كده بدمجهم مع بعض وهضربهم مع بعض وبعد كده الناتج اللي يطلع لي هضربه في العشرة أحسنت برافو عليكي ها ثمانية في خمسة بيساوي؟ الثمانية في خمسة بتساوي أربعون وبعد كده هضرب الناتج اللي طلع لي في العشرة يبقى لأربعون في عشرة بتساوي أربعمائة كرسيا احسنتي صديقاتي ما نستيش معايا التمييز الاخير ها تقتر تقوليلي بقى عمر كده بيعتقد صح ام خطأ لا يا ميس ما يعتقدوا عمر خطأ لان الناتج اختلف عن الناتج اللي هو كان حطبولي في المسألة احسنتي صديقاتي نشوف بعد كده النقطة اللي بعديها ودلوقتي بوعدنا مع سؤال المتفوقين ونقرأ سؤالنا ونشوف بيقول ايه اشترى مالك صمتو بطاقات به ست علب صغيرة وفي كل علبة صغيرة توجد ست مجموعات في كل منهما عشر بطاقات لاجاد العدد الاجمالي من البطاقات التي اشتراها مالك كتب مالك المسألة التالية ستة في ستون بيساوي ثلاثمائة وستون هل هذا صحيح؟ طبعا اصدقائي انا مستنية طريقة اجابتك لحل هذه المسألة وكمان تقولولي صدقنا مالك كان صحيح ام كان خطأ ما تنسوش تبعاته الاجابات في التعليقات ودلوقتي بيقولي اوجد ناتج ضرب يلا صديقاتي سبعة في سلاسون ميس سبعة في سلاسون انا عندي طبعا كزا استراتيجية اللي انا ممكن احلي بيها ممكن طريقة تحليل وممكن طريقة رسمة اعمدة العشرات وممكن اللي انا بضع صفر وبدرب العددين في بعض دلوقتي السبعة في سلاسون انا عملتها بطريقة التحليل اللي انا ضربت السلاسة في عشرة هجمع دلوقتي السبعة في سلاسة في عشرة طيب 7 في 3 بتساوي كيف؟ 21 وبعد كده هضرب 21 في العشرة هنزل السفر وال21 في 1 بتساوي 21 يكون كده الناتج اللي عندي 210 يبقى 7 في 30 بيساوي 210 شوف الدرس اللي بعد كده بيقول لنا الضرب في العدد 9 باستخدام استراتيجيات مختلفة تعالوا نشوف ايه هي استراتيجيات العدد 9 اول حاجة بيقول لي اوجد حصل الضرب باستخدام استراتيجية خضعة الاصابع طبعا اصدقائي كلنا عارفين خضعة الاصابع يعني هستخدم اصابع اليد في شرح استراتيجيات العدد 9 تعالوا نشوف مع بعض اول مثال عندي وهو بيقول لي التسعة في 4 طبعا اصدقائي انا عندي خضعة الاصابع هستخدم فيها اصابع اليد عد كده معي هو بيقول لي تسعة في 4 التسعة اتكررت 4 مرات تعالوا نعد كده معينا 4 1 2 3 4 رقم 4 ده هو اصدقائي اللي انا حتنين تمام كده بقى عندي هنا ارقام قبل الصبع اللي انا تانية وارقام بعد الصبع اللي انا ايه تانية اول حاجة عندي كده كم صبع بقى معي هنا 6 برافو عليكي واتبقى لي كام 3 ونحط تاني 3 الستة دول يا اصدقائي هم الاحادي يبقى 6 والبقين من هنا دول خانة العشرات يبقى انا بقى معي كام 6 6 و 30 6 و 30 يبقى انا كده عرفت ان التسعة في اربعة بيساوي 6 و 30 احسنت صديقاتي تعالوا نجرب بقى معي مثال ثاني بيقولي تسعة في ستة يلا متفقين مع بعض هنعد الاول التسعة اتكررت كم مرة ميس احنا اتكررت ستة مرات تعدي كده معي سادس واحد اثنان ثلاثة اربعة Ex hex 6 احسنت صديقاتي اللى علاقية دي اللى فقيدي يجي دي خانة الاي الياب يمثل خانة الاحاد يبقى كام في خانة الاحاد اربعة وكام في خانة العشرات خانة العشرات خامسة يبقى العدد كله على بعضه اسمه ايه 54 احسنت صديقاتي يبقى كنا عرفنا کہ التسعة في ستة برمزة 54 ونشوف مع بعض اخر مثال تسع في تسع يعني التسعة تقررت كم مرة صديقاتي تسع مرات. يلا نعده مع بعض ها. واحد اثنان سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة. يعني الصوبع التاسع هو اللي انا ايه? هقفله. يلا صديقاتي خانة الاحد هي فين? واحد. واحد برافو عليك وخانة العشرة كم صوبع? سمانية. يبقى الناتب كله على بعده كام? واحد وثمانون. احسنتي صديقاتي يبقى تسعة في تسعة بيساوي واحد وثمانون. ايه رأيكم في خطوعة الاصابع? حلوة? جميلة يميس وانا عارفة ان خطوعة الاصابع مبتنفعش غير في جدول الدرب التسعة بس. احسنتي صديقاتي. يلا نشوف مع بعض في عندي هنا ملحوظة. وتعالي نشوف برضو حاجات بتخص او ملحوظات. بتخص العدد تسعة بس. زي ما اتفقنا ان استراتيجية خطوعة الاصابع ينفع ان نستخدمها في جدول التسعة فقط. كمان بيقولي عند الدرب في تسعة نلاحظ ان. بيقولي ها اول حاجة هتلحظ ايه? ان خانة العشرات مرتبة من سفر الى تسعة من اعلى الى اسفر. طب تعاليكو ده بص في جدول الدرب اللي موجودة عندي هنا كامل كله معايا. تسعة في واحد بيساوي ايه? تسعة. تسعة يعني معنى كده ان خانة الاحد بتساوي تسعة وخانة العشرات مما مش موجودة يبقى بتساوي سفر. وهكزا تسعة في اثنان بسمانية وعشر. تسعة في سلاسة بسبعة وعشرون. تسعة في اربعة في ستة وثلاثون. تسعة في عشرة بواحد وثمانون والتسعة في عشرة بتسعون. طيب تعالوا نبص هنا كده. خانة العشرات كلها بدأ من اعلى الاسفل ايه? بص كده. ايوة ميزة انا لو عديت. واحد اثنان سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة. احسنت صديقاتي يعني وصلت من اول السفر لغاية رقم ايه? تسعة مترتبة من اهلى الى اسفل. وعناي على خانة العشرات. برافو عليك. طب تعالين شوف ايه الملحوزة تانية بيقول لي ان خانة الاحاد مرتبة من سفر الى تسعة. بس المراضي من اللي فين? من اسفل. الى اعلى. طب تعالوا نبصوا كده على خانة الاحاد. ها اخر حاجة عندك ايه? ايوة ميزة تحت خالص اوار. واحد اثنان سلاسة اربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة. احسنت صديقاتي مرتبة من ايه? من من اسفل الى اعلى. من سفر لغاية كم? تسعة. لغاية تسعة. احسنت الصديقاتي. طب تعالوا كمان نشوف ملحوظة تانية. ها ونشوف بيقول لي ايه? بيقول لي ان مجموع رقمي الاحاد والعشرات بيساوي تسعة. يعني ياميس الكلام ده? تعالوا نشوف جدوى للضرب كده. ادي جدوى للضربة موجود قدامي بتاع جدوى للتسعة من اول التسعة في واحد لغاية التسعة في عشرة. ونجمع كده مع بعض. تسعة في واحد بكم? بتسعة. تسعة. تسعة زائد سفر في العشرات بتسوي كم? بتسعة يا ميس. بتسوي تسعة. طب تعالوا نشوف التسعة في اثنين. ها تسعة في اثنين بتسوي كم? سمانية وعشر. تمانية واحد كم? تسعة. طب تعالوا نشوف تسعة في سلاسة ها? سبعة وعشرون. اثنين سبعة وزائد اثنين بتسوي كم? تسعة. برافو ها تسعة في اربعة. اه بقى ستة وثلاثون لو جمعت الستة زائد سلاسة بتسوي تسعة. والتسعة في خمسة بخمسة واربعون لو جمعت الخمسة زائد اربعة بتسوي تسعة وهكذا يا اصدقائي لغاية لما نوصل ان التسعة في عشر بتسوي كم؟ تسعون تسعون سفر زائد تسعة بتسوي كم؟ بتسوي تسعة يبقى انا كده اخدت استراتيجيات خاصة بجدول التسعة اول حاجة استراتيجية خضعة الاصابع وعرفنا ان ده لازم اعملها مع جدول التسعة بس كمان عرفت ان خانة العشرات في جدول التسعة مرتبة من اعلى الى اسفل بالترتيب من اول السفر لغاية تسعة وخانة الاحات مرتبة من اسفل الى اعلى من سفر لغاية تسعة واخر حاجة معانا ان مجموعة اي ناتج في جدول الضرب تسعة بيساوي تسعة يلا نتشوف مع بعض النقطة التالية ودلوقتي ما وعدنا مع سؤال المتفوقين يلا بيقول لي اوجد حاصل الضرب باستخدام استراتيجية خضعة الاصابع يلا اصدقائي من الامثلة الموجودة معايا تسعة في سلاسة بتساوي تسعة في خمسة بتساوي تسعة في ستة بتساوي يلا اصدقائي مستنية اجابتكم في التعليقات ودلوقتي ما وعدنا مع استراتيجية مخططة المائة وعشرون ودعالوا نشوف مع بعض جدول المائة وعشرون ونشوف معايا استراتيجية جدول العدد تسعة ده المفروض بنبقى ماشين فيه ازاي تعالوا احنا عارفين او فاكرين مع بعض ان التسعة في واحد بتساوي كم صديقاتي؟ تسعة ميس يبقى حط اطار على رقب تسعة خوالين التسعة تمام تسعة في استون بتسوي كم؟ ثمانية وتو عشر هضع اطار على الثمانية وتعشر تسعة في سلاسة تسعة دينواتي الجدول ضرب التسعة احسن تستطيقاتي يبقى كاين يطلع على ايه درج ايه درجة سلم درجة سلم طب لو انا عايز اكمل بعد التسعة في عشرة بتسعون ها هقدر اطلع على تسعة تسعة في احد عشر بتسعة وتسعون برافو عليه كتابه تسعة في اثنى عشر بتسوي كم تسعة في اثنى عشر بمئة وثمانية يلا بينا للنقطة اللي بعديها استراتيجية حقائق الضرب في عشرة يلا نشوف مع بعض بيقولي تسعة في خمسة طبعا يا اصدقائي انا عايز اعرف او افتكر تسعة في خمسة بتسوي كم طيب معنى كده ان انا عندي رقم خمسة اتكرر عندي تسعة مرات طيب عشان اقرب مسألت شوية طبعا كلنا حافزين الجدول العشرة ها فهقرب التسعة الى عشرة يبقى انا عندي كده ان الخمسة اتكررت عشر مرات طيب العشرة في خمسة بتسوي كم صديقاتي نيس من خالي حفز الجدول تضرب بتسوي خمسون طيب في اول مسألة الخمسة تكررت تسعة مرات صحي كده? ايه طيب وفي تاني مسألة الخمسة تكررت عشر ايه? يبقى معنا كده ان انا زودت مرد تكرار مرد التكرار دي بكم صديقتي بخمسة بخمسة احسنتي صديقتي يبقى انا عشان اعرف التسعة في خمسة بتساوي كام هياخد الخمسين واطرح منها مرد التكرار اللي هي بخمسة يبقى قول خمسون ناقص خمسة هتساوي كام صديقتي خمسة واربعون يبقى انا كده استنتجت ان التسعة في خمسة بتساوي كام خمسة واربعون احسنتي صديقتي إذن 9 في 5 بتساوي 45 شوفي المثال اللي بعدين ودلوقتي موعدنا مع سؤال المتفوقين بيقولي استخدم حقائق الضرب في 10 للوصول إلى الناتج يلا صديقاتي نشوفي المثال بيقولي إيه 9 في 7 زي ما حلينا السؤال السابق عايزة حضراتكم تحلوا هذا السؤال تنسوش إجابتكم في التعليقات بيقولي اوجد حاصل ضرب 9 في 4 يلا صديقاتي بدأي يحلي لي المسألة 109 في 4 أنا عايزة أسهلها شوي على نفسي عايزة أضرب الأربعة في 10 يعني دلوقتي أنا قربت التسعة لعشرة يبقى معنا كده أن الأربعة تقررت 9 مرات في أول مثال أنا قربتها لعشرة أحسنت صديقاتي يعني الأربعة تقررت 10 مرات 10 في 4 بتساوي 40 أحسنت صديقاتي كده أنا زودت كم مرة تكرار عن المسائل مرة واحدة مرة واحدة مرة التكرار دي بكام صديقاتي بأربعة هارجع يميز هاخد الناتج وأطرحه من مرة واحدة من مرات التكرار اللي أنا زودتها قبليها يبقى 40 ناقص 4 بتساوي 36 أحسنت صديقاتي بأنا عرفت أن التسعة في 4 بتساوي كم 6 وسلاسون يبقى ده ناتج الأسيس 9 في 4 بتساوي 36 أتمنى أصدقائي أن تكونوا فهمتوا معي استراتيجيات الضربة في 10 واستراتيجيات العدد 9 ومستنية إجابة أسئلة المتفوقين في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر